النهاردة بكل ألم وحزن كنت بتفرج على ماتش ليفر بول والأرسنل ماذا حدث لليفر بول وماذا حدث لمحمد صلاح بكل الحزن وكل الألم نتابع المباريات ولكن في نفس الوقت بكل استمتاع ترى ملعب به جماهير تزلزل الصخر ترى كورة مستوى غير طبيعي الثرو باسات اللي عاملينها الأرسنال الشوارع اللي كانوا فتحينها في ليفر بول الطريقة اللي بتعمل بها اللي جوان تسليم واستلام الكورة خطط المدربين حاجة تفرح وعندما تشاهد هذا الأمر رغم ألمك الشديد على ابنك محمد صلاح وألمك الشديد على كلوب وألمك الشديد على خط الدفاع التعبان بتاع ليفر بول تتراجع القهقري وتفكر في حالنا في الدوري المصري إحنا إمتى نبقى ربع ده إمتى نوصل للمرحلة دي إمتى يكون فيه العز ده الأبهة دي القدرة دي المتعة دي الفرجة دي كل الأشياء دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر